أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات وتحتاج إلى الوقت الكافي وما ساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على وحدة واستقلال العراق ومحاربة داعش مبينا أن الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الإرهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها أمام قواتنا الأمنية البطلة